السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم فيديو آخر من ملخصات قناة خواطر فكرية وقصص الأخوة المستبصرين لنور محمد وآل محمد وهذه القصة قصة استبصار أخ سعودي بسبب الأخ ذو الفقار المغربي ما شاء الله على هذا النتاج وعلى هذه الثمرة وعلى هذا التشيع الذي أثمر التشيع وأنا هنا أقصد ذو الفقار المغربي الكل يعرف أن ذو الفقار هو شخص متشيع متشيع تشيع بسبب الآلاف ولا نجامل ولا نبالغ عفوا عندما نقول أن الآلاف تشيعوا بسبب ذو الفقار المغربي سنترككم إن شاء الله مع تمام هذه القصة التي يرويها هذا الأخ السعودي لكن سأقتبس فقط نص بسيط ورح تعرفون شين يقصد هذا الأخ نعم هو تشيع بسبب مظلومية السيدة الزهرى عليه السلام بسبب بحث ذو الفقار المغربي لمظلومية السيدة الزهرى عليه السلام وأيضا وأيضا بسبب حديث الثقلين سأقتبس نص مما قالوا إن شاء الله نترككم مع تمام الاتصال حيث يقول كيف لرجلك هذا لا يفقه من كتاب الله شيئا ومضطرب في أمره وشأنه وما قذف في رقبته كيف يرد على الإمام على عليه السلام وعلى السيدة الزهرى عليه السلام ستعرف ماذا يقصد هذا الأخ ستعرف إن شاء الله ماذا قصد هذا الأخ بهذه الكلمة التي والله العلي العظيم كلمة كلمة بالميزان العلمي بعد ما مقدم بمقدمات ووصل لها هي كلمة وصف حال دقيق جدا للشخصية التي سيتكلم عنها هذا الأخ السعودي قبل أن نتركه مع تمام الاتصال أتمنى أن تتفاعلون مع هذا المقطع وأنا دوم ما أكرر أنه أنا أستحي وأخجل جدا أنه أطلب لايك أو مشاركة لكن هي مسألة خوارزمية يعني مسائل التفاعل هي مسائل خوارزمية يعني إنتم تخلي لايك ممكن راح يقترح الفيديو لأكثر من شخص وهكذا فالمسألة هي مسألة إن شاء الله مسألة خوارزمية مسألة التفاعل مسألة فنية أتمنى أن تتفاعلوا مع هذا المقطع خليكم مع قصة هذا الاستبصار لهذا الأخ السعودي بسبب الأخ ذو الفقار المغرب وبعدها إن شاء الله نرجع بالتعقيم فخليكم معي الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام معاشر موالي أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشكر أخي ذو الفقار المغربي على إتاحة هذه الفرصة لنا معاشر المستبصرين أو المتشيعين الراكبين سفينة النجاة حبا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين أشكره على إتاحة هذه الفرصة لكي نتشارك تجاربنا فيما خضناه بخصوص رحلة هذا الاستبصار وسأحاول الاختصار بقدر الاستطاعة ولن أخذ في بعض التفاصيل أبدأها بمن أين أنا أنا مواطن من بلادي الحرمين الشريفين ومدة استبصاري هي أربع سنوات والمقطع الذي أثر علي جدا فيما يخص الأخ العزيز ذو الفقار المغربي هي حلقتا حلقة من السلسلة سلسلة حقائق مغيبة حلقة حديث الثقلين بجميع أجزائها وحلقة مظلومية الزهراء صلوات الله تبارك وتعالى عليها بجميع أجزائها هاتان الحلقتان هي مهمة جدا لكل باحث عن الحقيقة أو باحث عن بوابة التشيع فابتداء أتحدث عن حديث الثقلين العظيم الذي أعجز أهل الخلاف وجعلهم يحومون ويعومون ويزورون مضامين هذا الحديث تارة بعزوه إلى بالتلاعب بالمتن وعزوه لمسلم وتارة بالكذب بالاتكاء على رواية صحيح مسلم والكفر بباقي الروايات المروية أيضا عن زيد بن أرقم الصحابي وتارة أخرى دين الاستهتار بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأن هذه الوصية من آخر وصايا للأمة جمعاء بالانتباه على أمرين عظيمين جليلين وهما كتاب الله والذي هو القرآن الكريم وعترة النبي الذين هم أخصوا أهل بيته الذين هم من لحمه ودمه الذين أذهب الله عنهم الرجسا وطهرهم تطهيرا وأورثهم علم الكتاب وجعلهم هداة للناس أحبة الكرام وجب علي أن أبين للإخوة الكرام بعض الأمور التي قد تخفى عليهم ولا يميزونها بحكم أن أغلب الناس يتكئون على هؤلاء الكهنة الذين لا يتقون الله عز وجل فيما يقولونه وينشرونه ويبينونه للناس حديث الثقلين الجليل العظيم مخرج في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل فيما أدعاه القوم وهو صحيح مسلم الكتاب الأول هو البخاري ثم يليه صحيح مسلم من ناحية الصحة بعد كتاب الله عز وجل وهناك أمر قد يخفى على الكثير وهو أن الذين جمعوا وهو أن الذين جمعوا ورتبوا أبواب الأحاديث صحيح مسلم على الأبواب جعلوا هذا الحديث العظيم في باب من فضائل باب من فضائل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ولم يجعلوه في باب فضائل أهل البيت ولم يجعلوه في مثلا على سبيل المثال في أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وآله فخرجوا هذا الحديث بشكل خاص في فضائل الإمام علي عليه السلام مع أنه لا يوجد ذكر في متن الحديث أي من كلام سيد رسول الله صلى الله عليه وآله ما يشير للإمام علي عليه السلام وهذه قد فاتت القوم لأن القوم لا يتحدثون عن ذلك وكما هو معلوم كلام زيد بن أرقم لا دخل له في متن الحديث لأنه كلام زيد بن أرقم وليس كلام رسول الله صلى الله عليه وآله فمتن حديثه صحيح مسلم لا ذكر له للإمام علي عليه السلام لا من قريب ولا من بعيد فلماذا يا قوم يخرج الحديث في فضائل الإمام علي عليه السلام أليس الأولى أن يخرج فيه فضائل أهل البيت عليهم السلام إن كان كما يزعم القوم المتكئون على صحيح مسلم أي أقصد روايته ويكفرون طبعا برواية أحمد ورواية الترمذي وغيرهما ثم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر فقط بالوصاية بكتاب الله عز وجل وبأهل بيته فنقول لكم إن كان الأمر كذلك فلماذا يخرج الحديث طبعا العلماء الكبار الذين جمعوا وبوابوا لمسلم لماذا أخرجوه في فضائل الإمام علي عليه السلام ولماذا لم يخرجوه في فضائل أهل البيت عليهم السلام هذه نكتة لطيفة تخفى على كثير من السنة والشيعة على حد سواء فلماذا يخرج الحديث في باب الإمام علي عليه السلام فضائله وهو لا ذكر له الجواب يا أحبتي أن هذا الحديث العظيم هو في غدير خم والكل بل الأمة جمعاء تعلم ماذا حدث في غدير خم وهو البلاغ بولاة أمير المؤمنين علي عليه السلام كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران أو في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فهذه الآية أنزلت بحسب الصحابي الجليل الصحابيان الجليلان أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود يوم غدير خم بولاية الإمام علي عليه السلام كما جاء في الدر المنثور السيوطي أنزلت هذه الآية يوم غدير خم بولاية الإمام عليه السلام وكما هو معلوم بايعه القوم وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وهنأوه بذلك فمعنى حديث صحيح مسلم بكل اختصار وبمعناه أن النبي صلى الله عليه وآله اقترب أجله أو اقترب وقت وفاته واستشهاده ثم أوصى بكتاب الله عز وجل وبعلي بن أبي طالب أي ترك النبي صلى الله عليه وآله لأهل ذلك الزمان كتاب الله وعلي بن أبي طالب ولكن القوم والله المستعان زعموا أنهم تمسكوا بكتاب الله عز وجل وأنهم يعلمونه ويعلمون ظاهره وباطنه ومحكمه ومتشابهه وعامه وخاصه وما سبب نزوله والله المستعان وما علم ذلك إلا لباب مدينة العلم علي عليه السلام بشهادته وبما هو مسبور ومذكور في كتب القوم هذا بكل اختصار فيما يخص حديث الثقلين أما فيما يخص مظلومية الزهراء صلى الله عليه فبالله عليكم يا معاشر المسلمين كيف علم أبو بكر بحديث الأنبياء أنهم لا يورثون وكيف بالله عليه لم يعرف معنى الكلالة وتندم في آخر حياته بأنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله بما ندم عليه في الحديث المشهور المخرج في الأحاديث المختارة للضياء المقتصي فالرجل جاهل بمعنى الكلالة والرجل يتندم على أنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله في عدة أمور والله المستعان بل ويتندم على أنه تمنى أن يقذف الأمر في عنق الرجلين أي عمر وأبي عبيدة حامر بن الجراح في طامة السقيفة سقيفة بني ساعدة فكيف لرجل جاهل كهذا لا يفقه من كتاب الله عز وجل شيئا ومضطرب في أمره وشأنه وما قذف في رقبته على أن يرد على العترة الطاهرة تجادل مع الزهراء صلى الله عليه وآله وتجادل مع الإمام علي عليه السلام وتجادل مع العباس عليه السلام فيما يخص أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جاهل في أقل من ذلك من كتاب الله عز وجل فبالمقارنة للوصي صلى الله عليه أنه كان له مدخلان لرسول الله صلى الله عليه وآله مدخل بالليل ومدخل بالنهار وكان إذا سأل مجيب أي إذا سأل الإمام علي عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله أجابه وإذا سكت ابتدأه النبي صلى الله عليه وآله وهذه المنزلة كانت منزلة خاصة من دون الخلق للإمام علي عليه السلام ناهيكم عن جوار بيت علي عليه السلام لبيت الرسول صلى الله عليه وآله هذه البيوت التي بها آثار نزول جبريل عليه السلام بالأمر من الله عز وجل أم أبو بكر وعمر اللداني كانا في عوالي المدينة أو بعيدا عن بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أو كعمر الذي ألهاه الصفق بالأسواق أي البيع والشراء كيف بالله يتساوى هذا بهذا كيف يتساوى من كان حفيا برسول الله صلى الله عليه وآله وأهله الأقربون بهذان الأبعدان هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الإمام علي عليه السلام قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يثبت قلبه ولسانه فمن بعدها لم يخطئ بين متحاكمين أو لم يخطئ بين قضاء رجلين أو متخاصمين اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فكيف بالله للقاضي أقضى أهل المدينة بل أقضى أهل الأرض في زمانه الإمام علي عليه السلام أن يخطئ في قضائه بين الزهراء صلى الله عليه وبينا أبي بكر هنا ضعوا علامة استفهام كبيرة بيعة أبي بكر ليست شرعية وما قاله أبو بكر باطل 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 لأن القاضي هو الإمام علي عليه السلام فإن لم ترضوا به خليفة فقد رضيتم به قاضيا على رغم أنوفكم لأن النبي صلى الله عليه وآله بعثه إلى اليمن ودعا له فما شك بين قضاء بين رجلين أو متخاصمين قط فإن لم تصدق الزهراء صلى الله عليه وقد كذبتموها وظلمتموها فوق ظلمها ظلمتموها فوق ظلم أبي بكر لها إلى يومنا هذا تقولون أن الصواب والحق مع أبي بكر وليس مع سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة الزهراء صلى الله عليه وراجعوا أنفسكم وإن أعيتكم أو لم تطب نفوسكم بأن تقولوا أن أبا بكر الكاذب الآثم الغادر الفاجر الخائن بحسب صحيح مسلم وصحيح ابن حبان لا تستطيعون أن تقولون أنه أخطأ فعليكم بهذه الأحاديث حديث دعاء النبي للأمام عليه عليه السلام بأنه لم يخطئ بعد دعاء النبي صلى الله عليه وآله أبداً وأنه كان بمنزلة خاصة من النبي صلى الله عليه وآله له مدخلان في الليل والنهار وأنه كان إذا سكت أبتدئ وإذا سئل أجاب وزيادة عليها حديث باب مدينة العلم لكن القوم كالعادة يضاعفونه لكن هذه الأحاديث لا خلاف عليها والله المستعان نشهد الله تبارك وتعالى على أن الزهراء ماتت مظلومة مكلومة بسبب طغيان أبي بكر وكذبه على الله ورسوله نشهد الله عز وجل أن الزهراء صلى الله عليه ماتت وهي غاضبة واجدة على أبي بكر وعمر ولا تكلمهما فنسأل الله تبارك وتعالى أن نطيب أنفسنا بزيادة عدد المتشيعين وأن يعرف الناس حقيقة هذين الرجلين الذين فعلا في هذه الأمة الأفاعيل أشكر الأخ العزيز ذو الفقار على هذه الفرصة وأشكر جميع الإخوة الذين يعملون ليل نهار في قنواتهم التي لا تعرف في نصرة أهل البيت عليهم السلام فكلنا ذاك الرجل وكلنا في مضمار واحد وهو نصرة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله من المدعين لمحبتهم أرجو من جميع الأحبة والإخوة طالبي الحق والباحثين على أن يتدرجوا في بحوثهم وأن يتعلموا علوم الحديث الشريف بمختلف أنواعها من أختلف أنواعها حتى لا يلبس عليهم هؤلاء الكهنة والشياطين الذين لا يستحون ولا خجلون من الله عز وجل ولا يخافونه وسيسألون عن كل شيء وسيسألون عن الثقلين كما جاء ذلك صريحا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله فانظروا كيف تخلفوني فيهما وفي رواية فانظروا ما تخلفوني فيهما هذا والله أعلم وصلى الله على النبي الهاشمي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حياكم الله من جديد طبعا ببداية الاتصال أو بداية المقطع الصوتي وقصة استبصارة يشكر الأخذ الفقار المغربي ومن هنا أنا أكرر وأعيد أنا بدوري كشاب شيعي أشكر الأخذ الفقار المغربي على بحوثه العلمية وعلى طريقته التي تشيع بسببها الناس أكثر وأكثر ودخلوا النور محمد وعالي محمد كالعادة أكرر أكرر أتمنى أن يرجع الأخذ الفقار المغربي بأقرب فرصة ممكنة ويبحث أبحاث جديدة ويرد ردود جديدة على الوهابية وعلى السلفية لأن القوم حياتهم كذب بكذب بكذب فإحنا محتاجين شخص مثلك هذا الفقار المغربي أن ترجع للصاحة ترد على الوهابية ترد على السلفية ترد على من يعاد أهل البيت عليهم السلام هذه البحوث اللي مثل ما قال هذا الأخ حديث الثقلين ومظلمات السيد الزهراء هذا الأخ بسببك هذا الفقار المغربي تشيع فنرجو منك أن تعود أن تعود للبحوث للصاحة الإعلامية وخاصة لقناتك على اليوتيوب حتى يتشيع الناس أكثر وأكثر بسببك يا أخي هذا الفقار المغربي مثل ما استمعت أن هذه الكلمة كيف لرجل جاهل لا يفقه شيء كهذا لا يفقه شيء من كتاب الله وما طار في أمره وشأنه وما قذف في رقابته كيف يرد على الإمام عليه السلام مثل ما قلت ببداية الفيديو وقلت أن هذه هي مقدمة لوصف حال شخصية وإنتم لاحظتم كيف وصف وكيف قدم وبعدها أعطى نتيجة أبو بكر لا يعرف معنى الكلالة كيف يعلم ويعطي ويفتي ويرد على أهل البيت عليه السلام بمسألة الوراثة وبمسألة الأرث قدم بمقدمات وهذا ما نطمح له إن شاء الله بالإعلام وهذا ما نتمنى إن الشخص لما نريد يصف حال من رموز رموز المخالفين نتمنى أن يكون أكو مقدمة وبعدها ينزل ينزل صوت عذابة وألمة والجهالة أو التجهيل الإعلامي التي ذاقها ومرارة التغييب الإعلامي على هذه الشخصية لكن نتمنى من كل متشيع نتمنى من كل شيئي أن يبدأ بمقدمة ويعطي أسباب وبعدها يبدأ وبعدها يبدأ ينزل ضرباته الحيدرية على الشخصيات المخالفة لمنهج أهل البيت عليه السلام والذين ارتدوا عن ولاية الإمام عليه السلام وانقلبوا على وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مثل ما قلنا أنه يتكلم عن مظلومات السيدة الزهراء عليه السلام ما أيضا يقول كيف لرجل كهذا لا يفقه شيء في حديث الرسول يرد على من هو بمنزلة الرسول أو بمنزلة هارون من موسى للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأيضا يقول من المستحيل لأي شخص من المستحيل أنه أي شخص يرد كتاب الله وعترتي لما يحتوي هذا الكتاب أو ما يحتوي هذا السند أو ما يحتوي هذا الحديث من قوة وتواتر فهذا التحدي أيضا من الفقر المغربي الأستاذ عقيل الأستاذ الحاجو عدل الله من السيد نيتم الموسى ودائما ما يتحدى بهذا التحدي وهذا بالتأكيد ينمع على قوة قوة ومعرفة دقيقة بكل خبايا وخفايا هذا الحديث ذو الفقر يقول أنا أترك التشيع إذا صححت لي كتاب الله وسنتي كتاب لا وعترتي هو الحديث الصحيح كذلك الحاجو عد والأستاذ عقيل ولا ننسى السيد الجليل السيد ميثا من الموسى وإذن هذه هي القصة حبيت أنه أروتها وأعيد وأعيد التعقيب عليها بإن شاء الله سيكون لها انتشار أكثر هذا الفيديو سبق وإنه نشارته بقناتي لكن مثل ما قلت أنه أنا أخليكم بأول بأول مع كل صغيرة وكبيرة أنا اعتمدت أنه بعض الأمور اللي ما تروجت في الماضي قبل سنة تقريبا ما تروجت بشكل جيد أرجع وأعلق عليه وعقب وإن شاء الله ستصل أكثر وأكثر هذا هو فيديو اليوم وهذا هو ملخص اليوم وإن شاء الله انتظرونا بفيديوهات قادمة كل عدد إن شاء الله نلخص بالعدب وبالعلم وبالاحترام للطرف الآخر ولكن عرض الحقيقة وإن كانت مرة بالدليل والبرهان كما فعل هذا الأخ السني المتشيع من السعودية